موسيقى 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 وراء تانية بحي حضراتكم وعارفة انه في ناس كتير منتظرة هذا الجزء من الحلقة تحديدا النهاردة بمناسبة احتفالاتنا بعيد الميلاد المجيد نهاردة احنا قررنا نعمل مهمة صعبة في وقت قصير جيدة احنا عارفين ان الاعياد هي المناسبة الاجمل والالطف للاقتراب واحنا بنحاول طول الوقت ونجتهد في فكرة الاقتراب لكن احيانا كتير مننا او اقصى ما نقدر عليه في الاقتراب للاخر هو اننا نتصالح مع فكرة التهنئة ودي السنة دي اعتبرناها نجاح كبير اوي كده لكن النهاردة عايزين نقترب اكتر من بعض ونفهم اللي بيجمعنا يمكن نسترد جزء كبير جدا من انسانيتنا عشان كده لما بتكلم عن الانسانية والفهم العميق للامور بحس انه وجود رموز مفكرين زي دكتور مهر ساموئيل هي مكسب حقيقي لنا كلنا على كل المستوئات المفكر الكبير دكتور مهر ساموئيل وستاذ علم الفلسفة وعلم الاديان بجامعة الينوي بالولايات المتحدة الامريكية والمحاضر بعدة كليات لهوت انجلية في الوطن العربي واوروبا وامريكا نورنا النهاردة دكتور اهلا بيك يا دينا كل سنة وانتفى طيب انا يعني هقول كده نيابة عن الناس كتير انه لا يسعنا نصف ساعة اننا نتكلم مع حضرتك بس احنا هنفتدي هذه الاوقات احنا عايزين نسأل حضرتك اولا ايه الحاجات اللي بتقرب ما بيننا يعني مناسبة عيد الميلاد المجيد بحس انها من اكتر المناسبات اللي بنقدر ننفتح فيها على بعض نتكلم فيه ما يجمعنا السيد المسيح النبي عيسى هو قريب مننا من كل الزوائل لكن هل نكتفي بالحتة دي ونطبطب عليها من بعيد ولا فيه حاجة اكبر واعمق ممكن تجمعنا اكيد فيه حاجات اكتر كتير ممكن تجمعنا وانا اعتقد زي ما قلت اثناء المقدمة لتطوير انسانياتنا ان احنا نتطور في انسانياتنا نحتاج ان نتحلى بقيم كثيرة جدا ركز عليها السيد المسيح في حياته في تعليمه في تحدياته التي واجه بها مجتمع كان يعني متصلبا متشددا ضد التحاور وضد الاندماج كان مجتمع مستعلي يشعر بالاستعلاء على الآخرين ورافض للآخرين ويقيم الحواجز النفسية والفكرية والمعنوية ضد الآخر لك ان تتخيلي من الفين سنة ان يخترق السيد المسيح هذا المجتمع ويحاول ان يجمع اليهودي مع الاممي والفقير مع الغني ويجمع المهمشين ويعطيهم قيمة كبيرة كان محبا للعشرين والخطاط الذين كانوا منبوذين من المجتمع الديني اطول حوار اجراء اجراء مع امرأة سامرية منبوذة بنظرة المجتمع خاطئة بنظرة المجتمع خاطئة حتى تلميذه وهم جماعة من الاطقياء كرام عظماء لكن عندما اتوا ووجدوه يتحدث مع امرأة تعجبوا انه يتكلم مع امرأة والعجيب عندما تحلل الحوار مع هذه المرأة تكتشف انه كشف لها اعمق الافكار عن العبادة الحقيقية التي لم يكشفها في اي حديث اخر واختص هذه المرأة بها ليهدم فكرة اليهود عن المرأة باعتبارها كأنها اقل في الفاهم والاستعاب من الناحية الفكرية او من الناحية الروحية ما هي العبادة الحقيقية بحسب رسالة السيد المسيح؟ الاصالة والارتقاء فوق ما هو مادي لانه عرف قائلا الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا فتكلم عن الجانب الروحاني في الانسان وعدم اختزال العبادة الى مجرد ممارسات مادية لكن ايضا بالحق بالحق لقد قدم الاصالة عن الممارسات ان اكون اصيلا في ممارستي للعبادة عن ان اكون مكثرا من هذه الممارسة اعطى امثلة كثيرة تؤكد هذا مثلا عندما شرح لليهود هذا المثل ان شخص فريسي وكأنه اليوم يعني من المتدينين بتطرف وكأنها نفس معاناتنا الى اليوم يعني معاناتنا في كل الاديان بصراحة انه سطحية العبادة والتشدد اللي يبدو انه مريح للناس يعني لسه في الاسبوع اللي فات مثلا رصدنا حالتين لمحاولات الناس وفرض الوصاية وفرض رؤيتهم على الناس بطريقة تظهرنا اكثر تديونا احنا بنرتاح لما نظهر ان احنا احسن فهل علاجتها يعني تلك الرسالة اكيد يعني عندما يركز على الاصالة في المثل اللي بقول لحضرتك ذكر شخص عشار مرفوض ومنبوذ دينيا لكن المسيح قال انه الرجل ده صعد الى الهيكل لم يشأ ان يقترب الى الامام وقف من بعيد ولم يشأ ان يرفع عينيه الى السماء وقرأ على صدريه وقال اللهم ارحمني انا الخاطي بينما الفريسي وقف في الامام يقول اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار المسيح يقول الحق اقول لكم ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك وقعل اسم الاشارة للقريب للبعيد واسم الاشارة للبعيد لمن كان يشعر انه قريب وكأنه يقول من ظن انه قريب صار بعيدا ومن كان يظن انه بعيد صار قريبا والفارق في الحالتين هو اصالة العبادة وصدق العبادة من الداخل وليس مجرد الاستغراق في الممارسات الخارجية دكتور مير هل حضرتك او هل نعتبر انه رسالة استيد المسيح في زمانها كانت رسالة ثورية يعني كلنا نتفق على انه استيد المسيح حامل رسالة وشريعة المحبة المحبة رقيقة بطبيعة الحال بس هل كانت كمان رسالة ثورية مغيرة سريعة في اقاعها لانها رفضت اشكال وممارسات كتير حضرتك كنتم بتقولها بلا شك بلا ادنى شك كانت ثورية لدرجة لا تتصوريها على كل المستويات والدليل على هذا ان حتى تلميذه عندما انتشروا بعد هذا ينشرون رسالته في ربوع العالم القديم قيل عنهم هؤلاء هم الذين فتنوا المسكونة يعني قلبوا المسكونة فكانت شريعة ثورية واذا اردت ان ارصد هذه الثورية في اطار المحبة المحبة الحقيقية للانسان التي لا تسعى الى استغلاله او تسعى الى تحقيق مغنم على حسابه لكن كان يسعى فعلا الى تطوير الانسان وتقدم الانسان يمكن ان ارصد ثورياتها في تلت محاور المحور الاول وكان في غاية الوضوح انه قدم الجوهر عن المظهر والمحور الثاني انه قدم الانسان عن الدين والمحور الثالث انه قدم العقل عن النقل فكان السيد المسيح يركز بشكل مخيف على اهمية الجوهر في عالم يهودي غارق في المظاهر لو عايزة امثلها ديك امثلها لا انا عايزة اوقف مش عايزة امثلها قدم الجوهر على المظهر هنقبلها بس قدم الانسان على الدين مش دي صادمة شوية صحيح القصة بدأت بانه التلاميذ كانوا جياع واكلوا يوم السر فابتدأ الفرسيون ينتقدونه ويقولون له وكيف يأكلون ويفعلون ما لا يحل في السبوت فكان رده رائع قال لهم اذهبوا وتعلموا اني اريد رحمة لا ذبيحة الله يريد الرحمة لا ذبيحة والتقدمة وبعدين يصرح هذا التصريح الخطير انما السبت جعل من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت وكانه يقول ان الانسان هو القيمة العظمى الله صنع الاديان من اجل خدمة الانسان وليس خلق الانسان من اجل خدمة الدين فالدين من اجل تطوير الانسان وتقدم الانسان ورقي الانسان وليس الانسان من اجل الدين الاولى فيها ارتقاء للانسان التانية فيها سفك دماء يعني اذا جعلنا الانسان من اجل الدين لن يكون هناك الا سفك الدماء اذا صار الدين من اجل الانسان لن يكون هناك الا الارتقاء لأن ألتقت الأنفاس بقى لحسن حذك كده أن دايماً دكتور ماهر لازم يقول لنا حاجة تنهشنا بعد الفاصل نرجع نناقش دكتور ماهر في الفكرة دي وفكرة هو ارتقاء الإنسانية دي ودينا لفين كلنا أكيد بنسعى لده بعد الفاصل نكمل حوارنا مع المفكرة الكبيرة دكتور ماهر نصمو مازلنا بنحاور المفكر الدكتور ماهر ساموئيل أستاذ الفلسفة وعلم الأديان بجامعة ألينوي بالولايات المتحدة الأمريكية والمحاضر بالعديد من كليات اللاهوت الإنجلية النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الميلاد المجيد بنفتش عما يجمعنا مبالح كان في كلمة سيادة رئيس في الكاتدرائية أثناء التهنئة بالعيد الكلام السلس البسيط والحديث من غير الكليشيهات القديمة بتاعتنا يعني أنا دايما عندي تحفظ على فكرة أو الكليشيه القديم بتاع الإخوة لما نقول عن بعض الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين إحنا بنصنف بعضنا بدون أن نقصد تصنيف ضمني كده مستخبي فإحنا النهاردة بنحاول نغوص كده شوية في العمق ودكتور ماهر قبل الفاصل كلم عن فكرة لطيفة جدا تجمعنا كلنا استرداد الإنسانية إزاي يعني؟ هو ربنا عايزنا نبقى أي؟ ربنا بتاعنا كلنا عايزنا نبقى على أي صورة؟ إيه فكرة المحرك بتعلي قوي من قيمة الإنسانية؟ الحقيقة أنا مهما حاولت أن أعلي من قيمة الإنسانية فأنا أضعف وأقصر وأقل من أن أعطيها حقها الإنسانية قيمة في غاية الروعة والعظمة يكفي أن النص الإنجيلي في أول صفحة في الكتاب المقدس عندما يعني يطالعنا ما يسمى بالإنجليزية البلو برينت النموذج الأصلي لخلق الإنسان يقول نعمل الإنسان يقول الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا وتعريفي لهذا النص بعد دراسات كثيرة هو أن الله أراد الإنسان أن يكون أيقونته الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته في الأرض فهو أيقونة حية متحركة تحمل الحضور الإلهي الله يصر بأن يحل في هذا الإنسان كهيكله ليحمل حضوره للآخر يعني أتذكر مارتين بوبر وهو فيلسوف ومفكر يتكلم عن حضور الآخر في حياتي هو حضور الحياة فالحضور شرط الحياة فأنا مشروط بالحضور الإلهي في حياتي وحضور الآخر لكي أمارس هذه العلاقة التي يسميها مارتين بوبر أنا أنت وليس أنا هو وده يمكن أن أصبطي تشيري إليه لكن مارتين بوبر يتكلم عنه بلغة فلسفية عندما أقول أنا هو فأنا أستعمله لكن أنا أنت أنا أتكشف له وأتحاور معه وهو يتكشف لي ويتحاور معي فإذا صار الإنسان فعلا حاملا للحضور الإلهي ومتحاورا بإخلاص وبصدق مع الآخر هنا تظهر الإنسانية الحقة كما أرادها الله وأعتقد ساعتها العالم يتحول إلى شيء مختلف خالص متخيل ما تخيل حرجة تتكلم إيه اللي بينقصنا يا دكتور ميهر عشان نعود إلى هذا القدر من الأصالة يعني يقال كده دايما عن مجتمعاتنا العربية أنها مجتمعات مددينة بطبعها مهد الديانات السماوية الأرض إحنا فعلا بنرتاح للدين نرتاح في الحديث عن الأمور الروحانية بس أنا حتى وأنا مسأل حدثك خلطت الاثنين ببعض هل الأمور الروحانية والاقتراب من الله لهيك أعتقد أننا في كل الأديان نتمناها نترجى ذلك هي هي بالضبط ما نمارسه من أشكال منظمة للعبادة على صورة الدين لا يوجد شيء جميل لا يصيبه التشوه فالروحانية هي الأصل وهي شيء جميل لكن من الممكن أن يصيبه التشوه كأي شيء آخر فتتحول إلى ممارسات شكلية أو كما أعتدت أن أقول تتحول إلى تعلق بالمقدسات دون علاقة بالقدوس الأصل في الحالة الروحانية هو التعلق بالقدوس وليس مجرد علاقة مع المقدسات لكن ما ينقصنا ينقصنا الكثير لكن أزعم أنه صار في متناول أيدينا في الفترة الأخيرة وأعتقد أننا نعيش أيام متميزة تساعدنا إذا أحسن استغلالها أن نتطور في إنسانياتنا أشير إلى بعض الأشياء التي أجاوبي عن السؤال إيه اللي نقصنا ينقصنا بصفة عامة إذا أردت أن تنتقلي من حال إلى حال بحثي عن القيم التي خلقت هذا الحال والقيم التي تحتاج إلى تغيير لكي ترتقي إلى هذا الحال وعندما أقول القيم لا أقصد الأثيكس لا أقصد الأخلاقيات فقط لكن أقصد الفاليوز الأشياء المهمة في الحياة فكرتني حدوتك بكلامك ده بفجر الضمير ما خلقنا عليه يعني إحنا خلقنا وإحنا بنرتاح أو نرتاح لفهم القيم مظبوط كده أو لا يعني أقصد أقصد أنه إيه اللي بيهمنا في الحياة فمثلا لو أنا أريد أن أرتقي في إنسانيتي لابد أن تتغير القيمة من التملك إلى الكينونة وده اللي كتب فيه جابريل مارسيل وكتب فيه إيريك فروم كتير أنه أعتقد أنه في العقود الأخيرة أصبح هناك شرح للتملك واستثمار في الصورة دون أي استثمار في كينونة الإنسان في الداخل لكي نرتقي لابد أن نعود لندرك أن القيمة الحقيقية هي فيما نكونه وليس فيما نملكه الأمر الثاني أن يكون لدينا التواضع وأن نتخلص من حالة الاستعلاء الوهمي أننا أفضل نحن لازنا أفضل ده العالم كل دكتور في سباق الأفضلية الأسرع الأكبر الأقوى إزاي الناس تقوم يعني برضو تبدو أنه تحدي لو كان فردي هذا أسعب جدا أن نسعى إلى الأفضل ده شيء عظيم ومطلوب لكن أن نتصور ونظن أننا الأفضل ده شيء خطير ومدمر ويقود إلى التدهور وليس إلى التطور التواضع الذي يجعلنا نقر بأننا لازنا الأفضل وأننا نحتاج أن نتغير قيمة أخرى قيمة العلاقات العلاقات في غاية الروعة والأهمية وهي تخلقنا فالإنسان كائن علاقات يتكون من خلال العلاقات والأمر الأخير قيمة الحوار مارتين بوبر يقول الحب بدون الحوار علاقة شريرة الحب نفسه بدون الحوار علاقة شريرة شريرة لأنها ستستعمل الآخر ستمتلك الآخر أو لأنها لا تعرفه وتمتلكه تستعمله أو تمتلكه لكن الحب الحقيقي ينفتح ليستفيد من الآخر ويتعرف على الآخر فأعتقد أن هذه القيم ينبغي أن الأباء يركزوا عليها في علاقتهم مع أولادهم الخطاب الديني ينبغي أن يركز عليها سدقني حالك تقرأ أفكاري عايزة أسأل حضرتك عن تجديد الخطاب الديني لأنها مهمة كبيرة وصعبة في مصر حاليا على كل الأسعاد وخليني أقول بقى أنه يعني في المسيحية وفي الإسلام إحنا كلنا عندنا واجب كبير اسمه تجديد الخطاب تصحيح الصورة يمكن بحسب برضو هستعير جملة حضرتك قلتها أعمال العقل أكثر من أنه تواتر النقل اللي بننقل حاجاته بنبدو أننا فاهمين وحنمش فاهمين حاجة إزاي ده ممكن يحصل بالمستوى البسيط أو بالاجتهاد البسيط للناس بحيث مفضلش أستنى حد يقول لي الجديد يعني المفروض أفهمه إحنا إزاي ندور؟ يعني بصدد الاحتفال بميلاد السيد المسيح عندما تقرأ الأناجيل الأربعة التي تحكي قصة حياته تكتشفي أنه جدد بشكل مخيف من خلال أشياء متعددة أو قنوات متعددة مثلا كان يشجع على طرح الأسئلة أنا عدت له في الأناجيل الأربعة 240 سؤال 80 منهم كان رد على أسئلة فاستثارت العقل لكي يسأل ومنها أسئلة يستثير العقل النقدي في التعامل مع النص المقدس فكان يراجع معهم النص ويلزمهم أن يعيدوا التفكير في مفاهمه في معنى هذا النص مش هو اللي يقول لهم الجديد كذا أو العمدي كذا يسأل يسأل فكان يقول في شوارع الجليل وأرشليم يطرح أسئلة يطرح أسئلة الأمر الثاني أنه كان يراجع المنقول ويساعدهم على إعمال العقل في المنقول نحن لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن طراثنا ونعتز بما تسلمنا لكن علينا أن نعيد التفكير فيه عشان كذا العبارة الشهيرة في أول عظلية كانت سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول وكأنه يراجع معهم التفسيرات فالتفسيرات تختلف من جيل إلى جيل وعلينا أن نكون متسعين ومدركين قيمتنا وكرامتنا الإنسانية فلسنا أقل كرامة في عيناي الله من الذين سبقوهنا وإذا كان الله أنعم على من سبقنا وفتح أذهانهم ليفهموا فنحن أيضا بشر مثلهم يمكن أن الله يفتح علينا ويواطينا أن نفهم نفتح عليك يا دكتور عليك طيب عندي طول الوقت سؤال وبرضو حضرتك إيه هربت مني ومجابت هونيش لازم أسأله تاني السؤال اللي يخص أنه إحنا في أجيال جديدة أصغر ما بتحبش أو ما بتفضلش أوي الصورة النمطية اللي احنا بنصدرها عن اقترابنا بصراحة يعني خليني يكون أكتر صراحة وحتى الكبار دلوقتي بقوا بيناقشوا الفكرة دي فكرة الشيخ والأسيس وفكرة أنا جارتي مسيحية وأنا صحبي مسلم طول حياتي الأجيال الأقل بتسخر مننا أو بتقول لنا اللي أنتوا بتقولوا ده هم ما يعرفوش الاختلافات إزاي نعالج الأكبر يعني الأجيال الأكبر اللي عاشت الاختلاف بكل حدته ومش قادرة تشوف اقتراب غير هذا الاقتراب السطحي سؤالي تحديد أنا عشان ما كونش بلف ودور حولين السؤال إزاي نكون أكثر اقتراباً لبعض اللي هي برضو تسمى الوحدة الوطنية بحسها دايماً في قبلها فرقة إزاي نبقى واحد خلاص ببساطة من غير تكليف يعني بالله شك سؤال كبير ومحتاج تفكير كبير لكن أنا شخصياً أشوف أنه بعض يعني ما فعله السيد الرئيس في السنوات الأخيرة مجرد خلينا أقولك بصراحة وبأمانة لسنوات طويلة لما أكن أشعر أني في وطني في السنوات الأخيرة فقط بدأت أشعر كمسيحي يعني في السنوات الأخيرة فقط بدأت أشعر أن مصر بلدي وأن مصر وطني عندما أرى ما يفعله السيد الرئيس عندما أرى أشعر بحرية أشعر بالأمان أشعر بأني مقبول في وطني أشعر أني أستطيع أن أقدم شيء للوطن فبعض القرارات السياسية خلينا أقولك التوجهات القيادية من فوق بتخلق حالة معينة في الشعب فما أنجز في السنوات الأخيرة من اقتراب حقيقي أعتقد أنه لم ينجز في 50 سنة أو أكثر في ملاحظة كده أنه يعني برضو اللي يتابع تصريحاته وكلام سيادة الرئيس عمره ما يقول إخوتنا المسيحيين دايما يقول المصريين المسيحيين ونستعرف حتى الجملة دايما أحب أقولها كده شكرا أنا أعتقد أنه مش محتاجين نضيع وقت كبير مع الكبار خلينا نركز على الأجيال الصغيرة بأن لا ننجرف إلى تعظيم الاختلافات وتهميش المتشابهات فما يجمعنا في إنسانياتنا كثير للغاية والتركيز عليه أعتقد أنه أكبر أو أسهل طريق للوحدة أنا بشكر عليك شكرا جزيلا دكتور ماهر ساموئيل وكل سنة وحضرتك بألف خير حضرتك طيبة تثير شهيتنا للتفكير كعادتك دائما وتنورنا نورتنا في التسعة النهاردة شكرا أفكر الكبير دكتور ماهر ساموئيل وسيد الفلسفة وعلم الأديان بجامعة ألينوي والمحاضر بعدة كليات اللاهوت الإنجيلية في الوطن العربي وأوروبا وأمريكا كان معنا النهاردة وأخذنا من يوم العيد لكن ده خير وختام اليومنا النهاردة دي كانت حلقتنا النهاردة من التسعة كل سنة ومصر كلها بألف خير